لم تشأ الحكومة الفرنسية الترخيصة لتظاهرة سلمية في باريس دعما للفلسطينيين واحتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في حقهم منعت التظاهرة ودفعت المحكمة الإدارية لنقد الالتماس الذي قدمه المنظمون ولأن القضية تتعلق بحق شعب في الحياة والتزاما بالدستور الفرنسي الذي يقفل حرية التعبير نزل عشرات الألاف من الفرنسيين إلى شوارع العاصمة ومدن فرنسية أخرى في تحدي واضح للحكومة وتثبيت لحرية التعبير تظاهرة حي باريس في العاصمة كانت البداية برغم وجود المئات من رجال الشرطة الذين شكلوا عوائق بشرية وآلية في وجه المتظاهرين ثم سرعانا ما لجأوا إلى قمع المتظاهرين لتندلع مواجهات استخدمت فيها قنابل الغاز والمياه العادمة وترافقت مع اعتقال العديد من المشاركين قمع شرطة تظاهرة باريس أشعل أحياء أخرى في العاصمة في تظاهرات صاخبة أهمها في ساحة الجمهورية حيث رفع العلم الفلسطيني الضخم على تمثال الجمهورية وتوافد آلاف آخرون إلى أحياء أخرى كمحطة الشمال والسالينجراد وغيرهما حيث أقدمت الشرطة أيضا على استخدام العنف ضد المشاركين في مدن نيس وتولوز وستراسبولغ وليل نظمت تظاهرات لدعم فلسطين هتف خلالها المتظاهرون الحرية لفلسطين وإسرائيل قاتلة ولم تشهد أي أعمال عنف من قبل الشرطة